بكل تأكيد المنطخب الجزائري أعتقد أنه يستحق وجود مدرب لديه شخصية قوية الجزائر تنتلك كتيبة من اللاعبين المهترفين أعتقد أن الجزائر بحاجة إلى مدرب لديه شخصية قوية أعتقد أن هيرفي رينار واحد من أفضل المدربين في القارة لديهم خبرة كبيرة أرى أن هذا المدرب مرشح إذا استطاع الجزائر التعاقد معه أعتقد أنه شيء جيد جدا بالنسبة للمنطخب الجزائري التعاقد مع هيرفي رينار أيضا دي سابر مشروع لمدرب كبير جدا المدير الفن الحالي بالنسبة للمنطخب الكونغولي بيصيره أيضا أصبح لديه حنكة وخبرة التواجد في إفريقيا إذن الجزائر أعتقد أن مثل هؤلاء المدربين هوجو بروس أعتقد أنه أعلن أنه لن يقوم بالتدريب بعد انتهاء البطورة وسيستنتع بمزيد من الأوقات وبالتالي أعتقد أن هذا السلاسي أما كيروش أعتقد أنه كيروش يعني مدرب أعتقد نجاحاته لم تكن موفقة مع معظم المنتخبات اللي قام بتدريبها يعني منذ هو لم يحقق سوى إنجازين الفوز مع المنتخب البرتغالي بكأس العالم للشباب مرتين وبفشل في جميع المحطات سواء مع إيران كولومبيا مع مصر والعديد من المنتخبات إذن أرى أن دي سابر رونار يعني بيصير خيار جيد جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري في ظل أن الجزائر تمتلك كل شيء في حاجة فقط إلى مدرب يمتلك شخصية قوية الجزائر تمتلك كتيبة من اللاعبين اللي يتمنها أي فريق في العالم يعني لديه لعبين صغار موجودين في أوروبا بالتأكيد هيرفي ريناري يعني صنع تاريخ كبير جدا في قارة إفريقيا سواء مع كوديفور مع زامبيا حتى مع السعودية وبالتالي هو مدرب جيد جدا ومناسب جدا أيضا دي صبر مشروع لمدرب كبير جدا أيضا بالنسبة للكارة الصمراء يعني شفناه قاد المنتخب الكونغولي أيضا لديه خبرة التواجد حتى في القارة الصمراء أما مسألة الحديث عن بيتكوفيتش أو ما شبه ذلك من الأسماء أعتقد صعب جدا يعني حتى كيروش الأسماء المطروحة بيصيروا أعتقد أنه لابد أن يكون لديك مدرب لديه خبرة خبرة التواجد في إفريقيا لابد للمنتخب الجزائري أن يتعلم الدرس جيدا من المنتخب المصري عندما أتى بمدرب ليس لديه خبرة التواجد في إفريقيا ليس لديه خبرة التواجد أيضا ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات أيضا إذن لابد من الاستفادة من أخطاء الآخرين بالتالي أعتقد أن هذا السلاسي مناسب جدا بيصير صنع منظومة أكثر من رائعة بالنسبة للمنتخب النجيري دي صبر هيرفيرينار عما مسألة الحديث عن بيتكوفيتش أو كيروش أعتقد هؤلاء المدربين لا يناسبون المنتخب الجزائري إذن لابد من بحث عن مدربين لديهم شخصية قوية بيصيروا مدرب صاحب شخصية جيدة جدا أيضا رينار صاحب شخصية قوية جدا دي صبر أيضا مدرب أعتقد أنه أثبت أن لديه فكره ولديه مشروع كبير إذن أعتقد أنه كمان دي صبر سيكون مناسب من حيث الراتب بالنسبة للاتحاد الجزائري أنا أعتقد 18 ألف دولار أعتقد مع المنطقة بالكونغولية في الجزائر